السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب نرحب بكم في درس جديد من دروس منهج كيميا ثلاثة درسنا اليوم إن شاء الله سوف يكون بعنوان 2-3 أيونات الهيدروجين والرقم الهيدروجين يبنأخذ فيه إن شاء الله ثابت التأيين للماء في البداية نتعرف على الأهداف الهدف الأول هو كيف تشرح معنى البي إتش والبي أو إتش وكذلك تربط بين البي إتش والبي أو إتش وثابت التأيين هذه بالنسبة للأهداف إن شاء الله سوف نحققها جميعا في البداية اتهيأ أمامك لعبة السيسو لو افترضنا أنه عندي طفلين في كل اتجاه طفل ما الذي سوف يحدث عندما يلعب طفلين في لعبة السيسو سوف يكون عندي اتجاه قوتين مختلفتين وكذلك يوصل لمرحلة اتزان هذا الاتزان هو الذي نحتاجه اليوم في معرفة ثابت التأيين في ثابت التأيين ثابت التأيين للماء ثابت التأيين للماء رمزة KW نحن عارفين أنه خذنا سابقا أنه ثابت تأيين الحمض اللي هو K-A من أسد K-A اللي هو أسد و K-B اللي هو ثابت تأيين القاعدة من بيز اليوم سوف نتعرف على ثابت التأيين للماء اللي هو K-W من ووتر لابد أن تفهم هذه المفاهيم حتى لا يصير عندك إشكالية إذن بيز قاعدة A اللي هو أسد حمض و W عفواً اللي هو ثابت تأيين الماء من ووتر لو افترضنا أنه هذا الماء أمامك سوف يتأيين إلى إيش إلى H موجب و OH سالب إذن آيون الهيدروجين و آيون الهيدروكسيد آيون الهيدروجين و آيون الهيدروكسيد لمين؟ للماء مهم جدا أنك تعرف هذه المعادلة لأننا سوف نبني عليها أشياء كثيرة جدا من خلال معرفتنا لدرس اليوم إذن ثابت تأيين الماء سوف يكون قانونه ماذا؟ KW يساوي تركيز آيون الهيدروجين في تركيز آيون الهيدروكسيد إذن هذا هو القانون لمين؟ لمعرفة ثابت تأيين الماء اللي هو ال-KW إذن KW يساوي تركيز الهيدروجين لاحظ أنه فيه هنا مضروباً مع قوسين مربعين وبينهم فراغ معناته مضروباً إذن العلاقة بينهم علاقة الضرب أو العلامة بينهم علامة الضرب تركيز من ال-OH سالب طيب كيف جاءت هذا القانون؟ نشوفه مع بعض هذه المعادلة الرئيسية اللي وضعناها قبل شوي اللي هو الماء سوف يتأيين إلى آيون الهيدروجين وآيون من الهيدروكسيد آيون الهيدروجين وآيون الهيدروكسيد ولاحظ أنه فيه بينهم إيش؟ قوس سهمين متضادين عنا عارفين في كيمية 2 أنه سهمين متضادين اللي هو يكون تفاعل عكسي بمعنى أنه يكون تفاعل متزن والتفاعل متزن تركيز المتفاعلات تساوي تركيز النواتج متساويين إيش؟ في القيمة في التركيز مثل مين؟ مثل لعبة السيسوي زي ما وضعناها قبل شوي إذن مدام أنه عنده هنا تركيز لابد أني أعرف مين؟ أعرف ثابت الاتزان اللي هو حالة ثابت الاتزان اللي رمزنا له في السابق اللي هو في كيمية 2 الكي إكولوبريوم إذن ثابت الاتزان اللي هو الكي إكولوبريوم يساوي يساوي إيش؟ تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات وكلمة تركيز معناته لابد أن نضعهم بين قوسين مربعين طيب بين عند النواتج؟ النواتج اللي هو آيون الهيدروجين إذن لاحظوا أنه عندي هنا آيون الهيدروجين هو على شكل أيش ناتج أضعه على شكل تركيز اللي هو مين؟ اللي هو النواتج مضروباً في مين؟ تركيز الهيدروجين آيون الهيدروكسيد عفواً اللي هو تركيز آيون الهيدروكسيد اللي هو OH سالب هذه بالنسبة لمن؟ بالنسبة للنواتج تكون في البسط أما بالنسبة للمقام بيكون عندي مين؟ بيكون عندي هنا المتفاعلات والمتفاعلات عندي كم؟ عندي متفاعل واحد اللي هو الماء أضعه بين قسم ربعين اللي هو تركيز الماء هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للكي كوليبريوم اللي هو ثابت الاتزان لهذه المعادلة طيب كيف عرفت أنه متزن التفاعل؟ عن طريق السهمين هذولي تسميه تفاعل متزن أو تفاعل انعكاسي طيب هنا الماء النقي اللي هو H2O الH2O كما عرفنا سابقا أنه تركيز أيونات الهيدروجين تساوي تركيز أيونات الهيدروكسيد بمعنى أنه بيكون عندي إيش تركيز ثابت تركيز ثابت إذن في هذه الحالة سوف نستثني مين الH2O زي ما تعرفنا سابقا اللي هو في الكيه A والكيه B إذن يتبقى عندي إيش من المعادلة الرئيسية لو استبعدنا الماء يتبقى عندي مين؟ يتبقى عندي تركيز الهيدروجين وتركيز مين؟ تركيز الهيدروكسيد إذن الكيه W اللي هو مين؟ اللي هو ثابت تأيون الماء يساوي تركيز الهيدروجين في تركيز مين؟ الهيدروكسيد وهذا ما حصلنا عليه قبل شوي اللي هو في القانون المستخدم إذن لمعرفة الكي دابليو لابد أن أضرب تراكيز الهيدروكسيد في تراكيز من؟ أيون الهيدروجين طيب أثبتت التجارب أن تركيز أيون الهيدروجين للماء النقي يساوي كم؟ يساوي 1 ضرب 10 أو السالب 7 ليش؟ لأنه متعادل لأنه الماء النقي متعادل فبالتالي الهيدروجين يساوي السالب 7 وبالطبع الهيدروكسيد سوف تكون مساوي في التركيز ويساوي كم 1 ضرب 10 أو السالب 7 إذن للماء النقي هنا فقط أنا أتكلم الآن عن الماء النقي الكي دابليو تركيز الهيدروجي الهيدروكسيد فيه سوف يكون كم 1 ضرب 10 أو السالب 7 بينما تركيز الهيدروجين كم بيكون 1 ضرب 10 أو السالب 7 وأنا عارف أنه في الضرب نجمع من؟ نجمع الأسس ف7 و7 كم بيساوي؟ سالب 7 و7 سالب 14 إذن بيكون الكي و يساوي كم؟ 1 ضرب 10 و السالب 14 إذن الكي و قيمة ثابتة لقد أجل كذا قال لك هنا ثابت تأيون فكلمة ثابت لابد أن يكون عندي قيمة ثابتة إذن لابد أن تعرف أن الكي و قيمة ثابتة تساوي 1 ضرب 10 و السالب 14 من فين لجت هذا القيمة؟ من عن طريق مين؟ تركيز آيون الهيدروجين و تركيز آيون الهيدروكسيد 1 ضرب 10 و السالب 7 1 ضرب 10 و السالب 7 بتكون يساوي كم؟ 1 ضرب 10 و السالب 14 اللي هو مين؟ ثابت تأيون الماء اللي رمزنا له بالكي و لأنه نحتاج القيمة هذه لحل المسائل في الحصص القادمة إن شاء الله لاحظ كذلك لو كان لدينا جزئين ماء ما الذي سوف يحدث أنه في واحد منهم بيشارك بالهيدروجين و واحد منهم بيستقبل الهيدروجين يتحول إلى آيون الهيدرونيوم و آيون مين؟ أيون الهيدروجين لجل كذا هنا يسلك أحد جزئات الماء في التأيون الذاتي التأيون الذاتي معناه أن الجزئات تأيين في ماء بينها للماء سلوك الحمض و يسلك الجزئة الآخر سلوك القاعدة بمعنى أنه لابد أن يكون واحد منهم حمض من جزئ الماء والآخر يكون القاعدة حتى يتم عملية التأيون مبدأ اللوت شاتليه في السابق أخذنا مبدأ اللوت شاتليه تكلم مختصر عن وضع الاتزان الكيميائي طيب التفاعل عندي متزن معناته تركيز النواتج يساوي تركيز المتفاعلة طيب لو حدث أمر طارئ أو ظرف على هذا التفاعل بشرط أن هذا التفاعل يكون متزن في نظام مغلق طيب لو أحدث عليه أي أمر آخر سوف يتجه إلى تقليل هذا الأثر إذن سوف يتعامل التفاعل مع وحده يعيد تموضعه حتى يتحول أيش من عدم التزان إلى أيش إلى التزان طيب في مبدأ اللوت شاتليه ينص على أنه إذا وقع ضغط على نظام في حالة التزان حالة التزان له معناته سهمين سهمين عكس بعض اللي هو حالة التزان فإن النظام لهو نظام مين؟ نظام التفاعل نظام المغلق الذي يجرى فيه التفاعل يتجه في الاتجاه الذي يقلل يقلل من ماذا؟ من ذلك الضغط يعني سوف يتجه لو كان لدينا المعادلة سوف يتجه إلى اليمين أو إلى اليسار ليش؟ عشان يقلل هذا الأثر ليش؟ لأنه أصبح التفاعل الآن عندي غير متزن طيب هو بيعيد تموضعه ليش يعيد تموضع؟ حتى يحدث إعادة اتزان زي ما كان في السابق طيب في الكي دابليو مبدأ لو شات ليه؟ أنا عارف أنه حاصل ضرب تركيز آيون الهيدروجين وآيون الهيدروكسيد يساوي دائماً 1 ضرب 10 والسالب كم؟ والسالب 14 عند درجة حرارة 298 كيلفن أو 25 درجة مئوية هذا يعني أنه إذا زاد من تركيز آيون الهيدروجين نقص تركيز آيونات الهيدروكسيد إذن الآن أنا عندي هنا إشكالية لو زادت عندي هنا آيونات الهيدروجين في التفاعل المتزن ما الذي سوف يحدث؟ إذن هنا يتم التعامل معه وفق إيش وفق مبدأ لو شات ليه فكمية الزيادة هذه يقابلها كمية إيش كمية نقصان من الأوتش حتى يرجع إلى إيش إلى حالة الاتزان كذلك بالمثل فإنه إذا نقص تركيز آيونات الهيدروجين ما الذي سوف يحدث؟ عشان يعيد تموضعه ويعيد اتزانه سوف يزيد تركيز من آيونات الهيدروجين مثل ما وضعنا على حسب إيش على حسب مبدأ لو شات ليه طيب هذا التفاعل الذي أمامك عبارة عن تفاعل متزن تفاعل متزن في هذا التفاعل حيث تسبب إضافة آيونات الهيدروجين إضافة إلى إطراب في حالة الاتزان يعني لو أضفنا آيوان هيدروجين في هذا الجهة ما الذي سوف يحدث؟ سوف يحدث عندي إيش؟ إطراب في إيش؟ في الاتزان فمعناته أن التفاعل هنا غير متزن طيب مبدأ لو شات ليه؟ ما الذي سوف يحدث؟ يجعل التفاعل يعيد تموضعه حتى يصير إيش؟ يصير في حالة اتزان فيعمل النظام على التقليل من تأثير مين؟ الزيادة مين الأثر عندي هنا؟ اللي هي إضافة آيونات الهيدروجين إذن هنا الخلل أنه أضاف إلى هذا التفاعل المتزن زيادة من آيونات الهيدروجين فهنا أصبح عندي تفاعل غير متزن فإنه التفاعل هنا إيش؟ ما الذي سوف يحدث؟ سوف يحدث تقليل من تأثير الزيادة في التركيز حيث تتفاعل آيونات الهيدروجين المضافة مع آيونات مين؟ الهيدروكسيد لتكون المزيد من جزئات الماء وهكذا يقل تركيز مين؟ آيونات الهيدروكسيد وهذا ما ذكرناك قبل شوي أنه إذا زادت آيونات الهيدروجين سوف تقل مين؟ آيونات الهيدروكسيد حتى يصير عندي تفاعل عندي تفاعل متزن تفاعل متزن تدريب لماذا لا يتغير الكي دابليو؟ ليش؟ الكي دابليو أنا عارف أنه 1 ضرب 10 أو السالب 14 عند زيادة تركيز آيونات الهيدروجين طيب أنا عارف أنه أي زيادة تؤدي إلى زيادة شيء نفسه طيب هنا الآن أنا زيت من آيونات الهيدروجين لكن الكي دابليو ظل ثابت زي ما هو هذا التفسير في السيرومين يفسر مبدأ لو شات له اللي ذكرناه قبل شوي أنه كمية الزيادة يقابلها كمية نقصان وكمية النقصان سوف يقابلها كمية الزيادة بين مين ومين؟ بين آيونات الهيدروجين وآيونات مين؟ آيونات الهيدروجين فعندما تزداد تركيز آيونا الهيدروجين سوف ينقص معه إيش؟ تركيز الهيدروجين في هذه الحالة بحيث يكون حاصل ضرب تركيز الآيونين ثابتاً تماماً اللي هو 1 ضرب 10 والسالب 14 1 ضرب 10 والسالب 14 اللي هو مين؟ اللي هو ثابت تأيون الماء ليش؟ لأن زيادة يقابلها نقصان من مين؟ ما بين آيونات الهيدروجين وآيونات الهيدروجين نشوف التدريبات احسب قيمة تركيز آيونات الهيدروجين وآيونات الهيدروجين باستعمال ماذا؟ لأن الكيت دابليو أنا عارفه اللي هو 1 ضرب 10 والسالب 14 مهم جداً في معرفتنا لمين؟ لحل هذه المسائل إذا كان تركيز آيون الهيدروجين عند 298 كيلفن هو كم 1 ضرب 10 والسالب 5 هذا تركيز مين؟ تركيز آيون الهيدروجين تركيز آيون الهيدروجين إذن الآن أنت عندك تركيز آيون الهيدروجين وعندك الكيت دابليو عارفه المطلوب منك إيش؟ تركيز آيون مين؟ آيون الهيدروجين فما تركيز آيون الهيدروجين في القهوة معطيك المحلول هو عندي هنا القهوة ومعطيك سؤال هل تعد القهوة حمضية أو قاعدية أو متعادلة إذن في هذه الحالة سوف أجد مين؟ أجد البي أجد مين؟ أجد آيونات الهيدروجين إذن أول شيء أنا أعرف أنه KW يساوي تركيز آيون الهيدروجين مضروبا في تركيز آيون الهيدروكسيد يساوي قيمة ثابتة 1 ضرب 10 والسالب 14 طيب بعد ذلك المطلوب من مين تركيز آيون الهيدروكسيد فأقسم KW على مين على تركيز الهيدروجين على تركيز الهيدروجين إذن هذا هو KW اللي هو 1 ضرب 10 والسالب 14 طيب تركيز آيون الهيدروجين موجود في المسألة اللي هو كم؟ 1 ضرب 10 والسالب 5 1 ضرب 10 والسالب 5 ليش؟ لأن أبجد مين؟ أبجد تركيز أيون الهيدروكسيد اللي مجهول وين في المسألة مجهول وين في المسألة إذن بالآلة الحاسبة سوف يكون الناتج عندك 1 ضرب 10 والسالب كم؟ والسالب 9 والسالب 9 أو بمعنى صح أنه في القسمة نطرح الأسس نطرح الأسس حتى تكون القيمة عنده قيمة 1 ضرب 10 والسالب 9 مول لكل لتر مول لكل لتر لأنه محتاج هو التركيز ووحدة التركيز عنده هنا مول لكل لتر أو بمولارية طيب أنا الآن عرفت أنه تركيز أيون الهيدروكسيد اللي هو كم؟ 1 ضرب 10 والسالب 9 طيب تركيز أيون الهيدروجين 1 ضرب 10 والسالب 5 إذن في هذه الحالة من الأعلى قيمة؟ من الأعلى قيمة؟ لا ترك الأرقام الموجودة اللي هي التسعة والخمسة لاحظ أنه قدامهم إشارة سالب إشارة سالب معناتها تكون القيمة عكس لفكرك إذن هنا مهم جدا أنك تعرف أنه سالب 9 وسالب 5 فالسالب 5 تكون قيمته أكبر من من؟ السالب 9 لأنه 0.0001 أو 0.801 فهذه معناتها السالب 9 والسالب 5 فالسالب 5 هنا كقيمة أكبر من أس سالب 9 فبالتالي يكون القهوة حمضية ليش القهوة حمضية؟ لأنه تركيز آيون الهيدروجين أكبر من تركيز آيون الهيدروكسيد كيف عرفت؟ عن طريق القيمة اللي هو عنها هنا فتركيز آيون الهيدروكسيد اللي موجود هنا 1 ضرب 10 والسالب 9 أقل من 1 ضرب 10 والسالب 5 من الأكبر هنا هو الأكبر في الـ OH أو الـ H يحتمل إيش؟ يحتمل سواء كان حمضة أو قاعدة فأنا عارف أنه كل ما زادت الآيونات الهيدروجين أصبح عندي إيش؟ أصبحت المادة عندي حمضية فهنا قيمة آيون الهيدروجين أكبر من تركيز آيون الهيدروكسيد لجل كده تكون القهوة حمضية تدريب آخر فيما يأتي قيم تركيز آيون الهيدروجين وآيون الهيدروكسيد لأربعة محاليل مائية عند درجة حرارة 298 فأحسب عندي هنا تركيز آيون الهيدروجين أو الهيدروكسيد على حسب المعطى لديك لكل محلول ثم حدد ما إذا كان المحلول حمضياً أم قاعدياً أم متعادل إذن في هذه الحالة عندك المسألة اللي هو تركيز الهيدروجين هنا كم يساوي؟ واحد ضرب عشرة والسالب كم؟ والسالب 13 هذا تركيز مين؟ تركيز آيون الهيدروجين مادام أنه معطيك تركيز آيون الهيدروجين فالمطلوب منك إيش؟ تركيز آيون الهيدروكسيد باستعمال مين؟ الكي دابليو باستعمال الكي دابليو وأنا عارف الكي دابليو واحد ضرب عشرة والسالب 14 إذن في هذه الحالة أنا عارف أن الكي دابليو يساوي واحد ضرب عشرة والسالب كم؟ والسالب 14 إذن المجهول عندي هنا مين؟ المجهول هنا تركيز آيون الهيدروجين وتركيز أيون الهيدروكسيد يساوي القسمة الكي دابليو على تركيز أيون الهيدروجين إذن كتعويض مباشر الكي دابليو كم يساوي؟ 1 ضرب 10 والسالب 14 إذن 1 ضرب 10 والسالب 14 على 1 ضرب 10 والسالب 13 والسالب 13 لأنه تركيز من؟ تركيز أيون الهيدروجين تركيز ايون الهيدروجين اللي موجود عندي هنا في المسألة إذن بعد ذلك نتعرف على الناتج يساوي 1 ضرب 10 والسالب 1 إذن قيمة مين هذه 1 ضرب 10 والسالب 1 اللي هو قيمة تركيز ايون الهيدروكسيد إذن ايون الهيدروكسيد عندي هنا 1 ضرب 10 والسالب 1 طيب ايون الهيدروجين كم عندي هنا في المسألة 1 ضرب 10 والسالب 13 طيب مين الأكبر قيمة الآن أسالب واحد أو أسالب 13 إذن أسالب واحد أكبر قيمة إذن المحلول قاعدي ليش قاعدي؟ لأن أسالب واحد هي أكبر قيمة صح؟ طيب لمين أسالب واحد؟ لأيونات الهيدروكسيد طيب أنا عارف أن أيونات الهيدروكسيد معناته مادة قاعدية إذن لأن تركيز أيون الهيدروكسيد عندي هنا أكبر من تركيز أيون الهيدروكسيد لجل كذا يكون المحلول عندي هنا محلول قاعدي محلول قاعدي تدريب آخر فيما يأتي نفس الفكرة تقريبا نفس التدريب اللهم تغير من تغير عندي التركيز فعندي هنا تركيز الOH سالب الOH سالب تركيزه 1 ضرب 10 والسالب 7 أنت الآن تعرفت على أنه لابد أن يكون تركيز أيون الهيدروكسيد وأيون الهيدروجين لابد أن يساوي 14 واضح؟ في المثال السابق المثال السابق السالب 1 والسالب 13 كم يساوي؟ السالب 14 مجموع مين؟ مجموع تركيز الOH ومين؟ والهيدروجين فمن خلال هذه المعرفة راح تعرف إيش؟ تعرف الناتج على طول بالنظر يعني بمثلا أنه عندك تركيز أيون الهيدروكسيد عندي هنا 1 ضرب 10 والسالب 7 بالضبط بيكون عندي أيون الهيدروكسيد القيمة التي توصلها إلى كم؟ إلى سالب 14 بس بشطة أن يكون عندي هنا قيمة 1 إذن في هذه الحالة بيكون الKW 1 ضرب 10 والسالب 14 وتركيز أيون الهيدروجين هو المجهول ليش؟ لأنه معطيك مين؟ معطيك أيون الهيدروكسيد فبالتالي يكون KW على تركيز أيون الهيدروكسيد يساوي إيش؟ يساوي 1 ضرب 10 والسالب 14 اللي هو الKW على 1 ضرب 10 والسالب 7 اللي هو تركيز أيون الهيدروكسيد في هذه المسألة بيكون الناتج كم 1 ضرب 10 والسالب 7 إذا الآن 1 ضرب 10 والسالب 7 1 ضرب 10 والسالب 7 تكون القيمتين متساويتين فبالتالي يكون المحلول عندي هنا محلول متعادل ليش محلول متعادل لأنه تركيز أيون الهيدروكسيد مساوي لتركيز أيون الهيدروجين فبالتالي يكون المحلول عندي هنا محلول متعادل محلول متعادل لألاحظ أنه القيمتين كلهم تساوي كم والسالب 7 والسالب 7 يساوي السالب 14 كذلك في C معطيك تركيز أيون الهيدروكسيد طبعا بالنظر معطيك تركيز أيون الهيدروكسيد اللي هو 1 ضرب 10 والسالب 3 طيب تركيز ايون الهيدروجين بدون المسألة كلها هذه تتوقع كم بيكون تتوقع كم أحسنت اللي هو السالب 11 السالب 11 تركيز مين؟ تركيز ايون الهيدروجين طيب دخلونا نشوف نفس الفكرة الـ KW يساوي 1 ضرب 10 والسالب 14 وتركيز ايون الهيدروجين اللي هو المجهول بمعلومية مين؟ بمعلومية الـ KW ومعلومية الـ OH في هذه المسألة سوف يكون كم الـ KW 1 ضرب 10 والسالب 14 على 1 ضرب 10 أو السالب 3 اللي هو تركيز أيون الهيدروكسيد في هذه المسألة بيكون الناتج 1 ضرب 10 أو السالب 11 نفس الفكرة إذن هذه المسائلة خلاص أنت الآن عرفتها أقدر أحلها بالنظر أقدر أحلها بالنظر طيب الآن مين المحلول عندي هنا هل هو حمضي أو قاعدي أو متعادل مين الأكبر عندي قيمة السالب 3 أو السالب 11 السالب 3 هي أكبر قيمة طيب السالب 3 المين لأيون الهيدروكسيد طيب أيون الهيدروكسيد دليل على أنه المادة عندي إيش؟ مادة قاعدية اللي هو المحلول يكون محلول قاعدي لأن تركيز أيون الهيدروكسيد فيه أكبر من تركيز أيون الهيدروكسيد فمهم جدا أنك تعرف حلول المسال وخفايا المسال حتى يكون الحل عندك حل سريع ما تأخذ وقت في الحلول تقويم تحفيز احسب عدد أيونات الهيدروكسيد وعدد أيونات الهيدروكسيد في 300 ملي من الماء النقي عند درجة حرارة 298 كيلفن تحاول أنك تجاوب على السؤال من خلال معرفتك من للتراكيز أو القوانين التي أخذناها في درس اليوم أخيراً الخلاصة ذكرنا بأن الماء النقي يكون فيه تراكيز آيون الهيدروجين مساوية لتراكيز آيون الهيدروكسيد وكذلك الـ KW يساوي تركيز آيون الهيدروجين في مساوية تركيز آيون الهيدروجين كلهم 1 ضرب 10 والسالب 7 و1 ضرب 10 والسالب 7 ويكون الـ KW وكذلك قيمة ثابتة 1 ضرب 10 والسالب 14 هذا كل ما يخص ثابت تأيين الماء إن شاء الله تكونوا قد استفدتم إلى هنا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته